الشيخ وجد غنيم والعسكر برنامج أسبوعي يأتيكم كل جمعة على قناة العالم الأسود للعسكر فتابعونا مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة غدة من برنامجكم الشيخ وجد غنيم والعسكر في هذه الحلقة نتناول ما يسميه البعض حرب اللعنف في ضوء القرآن الكريم هل حرب اللعنف موجودة في القرآن الكريم أم لا يعني بعض الجماعات وما إلى ذلك تدرسوا لي الشباب المسلم أن هناك حرب تسمى حرب اللعنف يمكن من خلالها هزيمة أعداء الإسلام والمسلمين ونتفي بحرب اللعنف فحول هذا الموضوع معنا فضلت الشيخ وجد غنيم أهلا بكم فضلت الشيخ أهلا بي حياك الله وبرك الله وعليك يا مرحبا فضلت الشيخ وجد غنيم حق يعني حافظ القرآن الكريم حق يعني هل وجدت في القرآن الكريم يعني حرب اللعنف دي قبلتك أو لا قبلتك شيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارضا اللهم عنا معهم أجمعين اللهم أمين أهلا مرحبا بإخواني مشاهدين أخواتي مشاهدات وأهلا أخي الحبيب العزيز الأخ الصابر جزاك الله كل خير ربنا تقبل منك يا رب ما عرفش أنت بيجي بينا الموضوعات دمينة يا شيخ صاح إيه إيه الحرب اللاعم جميل جد طيب إطعام بلا أكل تنفع؟ طيب يا موجودة في القرآن يعني تمشي بس الأول إطعام بلا أكل يعني أنت بتطعمني من غير أكل يروح على البترينة ويلحص وقعد أنت تقول لي حرب حرب يعني حرب حرب يعني بين طيب هي الأول موجودة في القرآن أم غير موجود ما فيش حاجة اسمها حرب اللي هي عنف يا مولانا أو يعني أنت عايز تجاوب بقى إجابة صحيحة يعني قل لي الأول تعريف العنف ويمكن يكون دماجك بقى زي الانتبين بقى العنف اللي هو الجهاد يعني واخبالك بس بيدروا الجهاد هحط العنف يعني حرب بدون جهاد يعني آآ أيوة خليك واضح بقى كده في حرب بدون جهاد أو في جهاد بدون حرب حرب اللي عنف يعني ممكن حرب بدون سلاح يعني ما سمع حرب إزاي منعشان كده بقول لحضرتك أنت بحط شيء متنقدين اتنين بقول إطعام بلا أكل إطعام بتأكل بلا أكل ما زي إطعام بلا أكل فأنت بتقول النهاردة حرب حرب يعني بين إيه بين جيشين بين عدوين اتنين بيواجهوا بعض هو عسكري يعني آآ طبعا بيواجه بقى نعمال يعني حقول لك إزاي الصحة وسان إزاي الحياة الحمد لله عزيزي أخبرك إيه وبعدين انت بسلام عليكم تاية المعركة وإيه الهجز ده الإسلام يعرف القاتي بالقرآن يا فالله الشخص آآ القرآن يعرف حق القرآن فيه حرب اللي عنف ما فيش حاجة اسمها حرب اللي عنف مش موجودة في القرآن قبلتك ألا بتلك شيء ما بتنيش حاجة اسمها حرب اللي عنف يعني انت عايز تحارب وانت قاعد في البيت كده آخر تمام يعني مثلا أول إذا كنت توصد بي أنك إنت مثلا في نوع من أنواع الجهاد اللي هو بالكلمة عن طريق إنك تعود قدام كاميرا وتتكلم وتقول الحق وأفضل الجهاد كلمة تحقن عنده سلطان جائر يعني هيطبر نوع من أنواع الجهاد لكن اسمه جهاد باللسان جهاد قام إلى سلطان جائر آه حاكم ظالم عنده العندية هنا العندية يعني لازم كلامك يوصل له هو طبعا ما فيش بقى عن طريق الكاميرات كان بيروح له يروح للحاكم الظالم أفضل الجهاد كلمة حقن عنده سلطان جائر والحديث الثاني سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام حاكم جائر ظالم فأمره ونهى فقتله يعني الحاكم هنا السلطان الجائر ده ما استخدمش حرب اللي عمف استخدم حرب الحقيقية ما فيش حاجة اسمها لا عمف إيه لا عمف يعني هاتل بلد دخلت في حرب وبلا عمف ما كانوش يعني فيه قتال أو فيه شهداء أو فيه أنا بقتلك قاتلوا الذين يلونكم القرآن بيقوله يا دكتور القرآن يقول الآتي الله تبارك وتعالى في أكثر من آية يا أيها الذين أمانوا سورة المائلة اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ حط دايرة على كلمة جاهده عشان هكيب لك كم كلمة فيها جهاد وبعدين أشرح لك إيه كلمة الجهاد يعني التاني في سورة التوبة انفروا نفر للحرب خفافاً شباناً وثقالاً شيوخاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِهِ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سورة التوبة يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ايها اغلظ عليهم اقتال حرب هو بيحربك ازاي هو بيجي يقولك ازاي ساحتك وزاي الحال ولا بيقاتلك بيقاتلك بجميع عنواء الاسلحة حتى المحرمة بيضربك 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 بيها يبقى اذا زي ربنا ما قال النبي هو يا نبي جاهد الكفار والمنفقين واغلط عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير سورة التوبة الله في سورة الحج يقول وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اي العمل افضل ده الحديث البخاري ومسلم اي العمل افضل يا رسول الله قال ايمان بالله ورسوله كلنا بنقول مؤمنين بالله ورسوله حيث لواحد كنا ما بقولش مؤمنين بالله ورسوله ما بقول لك مؤمنون بالله ورسوله حساب الدين مثلا يعني مؤمنون بالله ورسوله اه يعني حاجة ببلاش لا تعال بقى على طول قلت ثم اي بعد الامان بالله والرسول ايه ايه انت بعد على طوله هو قال الجهاد في سبيل الله قلت ثم اي قال حج مبرور حديث البخاري ومسلم الجهاد في سبيل الله مقدم على الحج ايه في الحديث ده مقدم على الحج وفي حديث تانية كمان قدمته على كل الأعمال ذروة ثنام الإسلام إذا نبقى إسلام ما قال يا معاذ بن جبر بيقوله ألا أدلك على بعد ما قاله لسانك ومش عارفه ألا أدلك على رأس الأمر ذروة ثنام الإسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة ذروة 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 ثنام ثنامت على الجمل الإسلام قال الجهاد في سبيل الله عشان يبقى أطحين يعني الجهاد في سبيل الله والحديث التاني موجود برضو في صريح البخاري ومسلم قلت يا رسول الله أي العمل هنا كان يسألوا عن العمل أفضل أي العمل أفضل الحديث التاني يقول أي العمل أحب إلى الله بل أولا أفضل والتاني أي العمل أحب إلى الله تعالى قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الولدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله طيب كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندما سؤل أي العمل أفضل يا رسول الله قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله ما جابش حاجة مع بعض الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى إذن إسلمنا بيقول لنا الجهاد وإحنا أمة الجهاد لكن إيه أنواع الجهاد إيه بأنواع الجهاد أنا عايزة أجاهد في سبيل الله أجاهد إزاي ومثلا في بعض الشباب النهاردة عادين يقول لك إيه مهاصر ما فيش معركة النهاردة فخليني قاعد عبال المعركة ما تيجي خليني ايه قاعد لا يا حبيبي تعالى انت عايز تجاهد في سبيل الله يقول الله في اواخر سورة العنكبوت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبو سبولنا سبول يعني ايه سبول سبول يعني طرق انت في الفتحة بتصالب تقول ايه سبول جمع سبيل هو الطريق طريق في سورة النح وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر وعلى الله قصد السبيل اهدنا الصراط الايه المستقيم يعني ربنا يهدينا الى الطريق طريق المستقيم العيدل ومنها جائر بعض الطرق ايه معوجة اه ماناش دعو بيها دي طيب انت النهاردة بتقول اهدنا الصراط المستقيم في الفتحة لما تيجي تجاهد ربنا يقولك لا الجهاد ملوش طريق واحد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا ايه بقى ربي السبل دي ايه يقولك خمسة واحد جهاد النفس اثنين جهاد بالنفس تلات جهاد الكلمة اربعة جهاد المال خمسة جهاد الشيطان نقولهم بسرعة ولا انه بسرعة قوي يعني جهاد النفس يعني ايه بمنتظ السرعة يعني انت بتجاهد نفسك ازاي تبقى نايم وتعبان ومتسمع صلاة الادان للفجر هتقوم تصني الفجر ولا لا اه حقوم وصنب في الجامع ولا في البيت طيب جاهد نفسك جاهد بر الولدين صلة الرحم الاحسان الى الجار الصدق الامان الاخلاص غض البصر كون دي عايز ايه مجاهدة للنفس اعددت نفسك والضبط نفسك كويس اه يلا خش المعركة اثنين القتال في سبيل الله تبارك من اجل ذلك وزاقت الشباب التركية نظمت حملة لحس الشباب على الشباب المسوعة على صلاة الفجر في المساجد بالضبط كده هذا الجهد النفس طيب فضل الشيخ يعني سأرناك مشاهدين نذهب لهذا المقطع من الفيديو عن دعوة وزارة الشباب التركية للشباب المسلم في تركيا بان يصلوا صلاة الفجر حاضرا في المساجد فلنشاهد ثم نعود مرة اخرى اه وانا كرئيس شؤون دينية تركية سأدعو كل الشعب التركي مسلم اه المشارك الى هذه جهود مبارك وان يدعو في كل صلاة الفجر لا اكواننا في سوريا ولا اكواننا في كل عالم الاسلامي اه الذين لهم مشاكل كبيرة ان شاء الله بارك الله اه اعدنا مشاهدين مرة اخرى يبقى وما ابرئ نفسي ان النفس لا امارة بالسوء الا ما راح مرى بسورة يوسف يلا جاهد نفسك كده علشان ايه تبقى ماشاء الله مسلم قوي تمام واعدوا لهم ما استطعتم من قوة سورة الانفل ومن رباط الخيل دي القوة العسكرية طيب دي جهاد النفس اتنين جهاد بالنفس يعني ايه بالنفس بقى انا عددت نفسي اه في ساحة معركة اه هخش بقى المعركة هخش بقى لابس بادلة وكرافطة كده وروح على العدو بتاعه وانا ازال صحة لا عمف يقولي لا عمف هاي هاي باي باي طيب سلام عليكم ايه والله كنت مجاهد انا كنت في ساحة المعركة والله في ساحة المعركة يعني جهاد جهاد بالنفس هذا يعني ضد حرب اللي عمف خالص ما فيش حاجة اسمها العمد ده جهاد انت داخل معركة حتى انا بقولك هخش المعركة لابس بادلة وكرافطة ولا لابس نبس القتال وحطة الخوزة يعني امريكا مش بتعمل حرب اللي عمف دي اف لا هم دايما يصدروننا يصدروننا الحاجات خلي الحل خلي الجميل مش انت حلو ابتاخ ايه يا الله ايه بتعترض على ايه ابتاخ ايه ايه يا اخي وصبرين على ما اصابوا دب يا اخي معلش تصبر في سبيل الله تواقع دب دب بعدين يدبوا فينا واحنا ايه اه ما مش بيحاربونا باللعوم لا واللي حصل في العراق كان لعوم ايه اللي حصل في العراق سنة 2003 ايه اللي حصل دا محصرين العراق دا فيه اكتر من مليون ونص طفل يا راجل عيل عيل عيال صغيرة ماتت وضارب في العراق وكان ايه بقى السباب اصلا العراق عنده اسلحة دمار شام طب استنى استنى قالوا لصدام انت كان عندك اسلحة دمار شام قال لا وتعالوا عايزين تفتشه وتفضل قالوا لا والله احنا شكين شكين يكون عندك اسلحة دمار شام شكين طيب اليهود فالفلسطين المحتل قالوا عندنا 200 راس نووي يعني دول المعترفين لكن اقصد امريكا وانا استخدمت حرب اللي عم في العراق ولا حرب باسلحة وبتفجرات وانا بقول لك بعد ما قالوا احنا شكين شكين نازم نضربه طب واللي اعترف لا دا ملناش دعو بي يعني مثلا انت قاعد كده واحد دور على البطاقة بتعطيك ملقتهاش ملقتش البطاقة نعم فراحت فين ابو واحد بقول لك انا سرقتها وانا تيجي علي جنب وتقول له لا انا شكك فيك الحقيقة وانا بقول لك انا سرقتها لا انا شكك فيه طيب ضربوا في العراق ضرب حتى بالاسلحة المحرمة وقتلوا الناس وقتلوا الستات وده جابوها من فوقها لتحتها دا كان لا عنف دا كان لا عنف دا امريكا لما ضربت في اليابان نجازاكي وهيروشيما كان لا عنف دا ضربت بقنبلة زرية وما ضربتش من بعدها يعني المرة الوحيدة اللي ضربت قنبلة زرية على نجازاكي وهيروشيما في اليابان كانت فين امريكا طيب دا كان عنف دا ولا كان لا عنف تعال بص امريكا النهاردة المدخلق ديها في سوريا دلوقت في سوريا اللي بيحصل دلوقت بمعرفة امريكا وبمعاونة امريكا وبمساعدة امريكا ولا لا طيب دا عنف ولا عنف يرد علينا طيب فضلت الشيخ وقد جنيم امريكا ايضا كانت ستضرب القاهرة بالنوة في عهد جمال عبد الناصر يعني لما تم اسرائيل اغرقت السفينة الامريكية لبرتي قبالة الساحل المصرية يعني الامريكان ظنوا في بادي الامر ان عسكر جمال عبد الناصر من اغرقوها وهم اجبا من ذلك فتم ارسال الطائرات الامريكية محملة بالاسلحة النوة لضرب مس ولكن طبعا تم تضرب الامر بعد انتضح الامر مشاهدين فان نشاهد هذا الفيديو لاعتزام امريكا ضرب القاهرة بالاسلحة النووية في عهد جمال عبد الناصر ثم نعود مرة اخرى كانت القاهرة على وشك ان تتحول الى راماد وقد تم ابلغ السفارة الامريكية ان هجوما وشيكا سيقع كان ليتشارد باركار هو القنصل السياسي وردتنا تلك الرسالة التي تنص على ان سلاح البحرية كان يعد لضرب مصر بسبب الهجوم على ليبرتي حيث ظنوا ان المصريين هم من هاجمها وكانوا يعدون العدة لمهاجمة مصر ردا على ذلك فقد كانت الاسلحة النووية في طريقها الى القاهرة حيث ان هجوما نوويا كان على بعد دقائق قليلة وبعد بضع دقائق لاحقة قام توني هارت بتسليم برقية من البنتاجون الى سلاح البحرية اعيد استدعاء الطائرات وبعد عشر دقائق تم اجراء اتصال صوتي ما بين حاملة الطائرات امريكا وواشنطن وقد اجرى هذا الاتصال وزير الدفاع شخصيا امر مكنمارا قائد الاسطول السادس باعادة الطائرات فقال له قائد الاسطول هل انت متأكد؟ فرد انه متأكد تماما فقعد الطائرات عدنا مشاهدينا مرة اخر قلت الشيخ يعني امريكا ليه هنا ما قررتش تحارب مصر باللعوم فيها ما انا عارف يعني تحارب باللعوم طب هتحاربني ازاي يعني يعني هتحاربني ازاي باللعوم باللعوم انت بتقول حرب حرب طيب خلينا الاول فانواع الجهاد عشان برضو يمكن واحد يقول لك ايما انت بتقول الجهاد اهو طيب اول حاجة قلنا جهاد الايه؟ النفس اتنين جهاد بالنفس ايه بقى بالنفس ده بقى؟ القتال 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 كلمة القتال قال الله تبارك وتعالى سورة البقرة كتب عليكم يعني فرض كتب عليكم القتال وهو كره لكم قال لنسان يقول لك عموت ومش عارفين وعسى ان تكرروا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شرر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون سورة التوبة ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة اشترى من المؤمنين ان الله اشترى من المؤمنين واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ان الله اشترى اول حاجة انفسهم طبعا النفس ثم المال جاية حولها دلوقتي يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا علي حقا في التوراة والانجيل والقرآن فيقتلون ويقتلون يقتلون انا رايحة جاهد طبعا انا شاهد عدو قدامي هضربوا على طول وهو شايفني باضربني احنا الاثنين اللي هعنف لا انا عايز اقتلوا بأي بأي السلاح قدامي سواء قنبلة رشاش طيارة مدفع ارض يعني عندك انت طب السانة بقى انواع الاسلحة التلاتة البرية والبحرية والجوية دي ايه دي حرب البنبون يعني الطيارة تطلع فوق ترمي على الناس بمبون وشوكولاتة مش كده ولا بترمي قنابل على سوريا دلوقت وقنابل عنقودية ايه يبقى ان امرا واحد جهاد النفس اتنين جهاد بالنفس تلاتة تلاتة قلنا لسه بانواع لا جهاد بالمال قال الله تبارك وتعالى في سورة الصف يا ايوا الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب قليم تجارة مدام تجارة بقى حنتاجر اهو محتاجين فلوس في الاول بقى ها لان تجارة عايز افلوس هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب قليم تؤمنون بالله ورسولي وتجاهدون وتجاهدون في سبيل الله باموالكم بالفلوس الاول وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون طب حاجات ازاي بالمال قال صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم من جهز غازيا فقد غزى لو انا بجهزك وبديك فلوس عشان تجيب سلاح تقاتل بيه انت واخد الاجر في القتال وانا واخد الاجر في الاعداد فلت الشيخ يعني الاية الاولى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم وامولهم هنا قدم النفس عشان فيه القتال هنا لكن في الاية الاخرى قدم المال لماذا يعني فيه التجارة بقى ادلوكم على تجارة التجارة عايزة فلوس يعني بس هنا التجارة بقى بالفلوس وبالروح في سبيل الله تبارك وتعالي يعني اعداد اعداد يعني عد يعني يعني مسلا ان نبي صلى الله عليه وسلم يقول من خلف غازيا في اهله بخير فقد غزى مش فهم يعني من خلف غازيا انت روح تتجاهد في سبيل الله وانا ما طلعتش لأي سبب يعني انا شوف بقى مصالح اهلك واولادك وارعى اولادك واشوف زوجتك محتاجة ايه واخد بالي منهم انا في جهات زيه فقد غزى كأنه غزى بالظبط يعني الذي يرعى ارامل المسلمين وايتامل المسلمين بالظبط كده ياخد الاجر والتواب زيهم والنبي صلى الله عليه وسلم حديث رواقه ابو داود يقول جاهدوا بصبع خلالك جاهدوا المشركين باموالكم هذا الفلوس وانفسكم هذا القتال وانسنتكم ايه بقى التالتة دي انا قلنا الربعة بقى جاهدوا المشركين حديث رواقه ابو داود جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم وانسنتكم جهاد ازاي بقى قال الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان فلا تطع الكافرين وجاهدهم به فلا تطع الكافرين جاهدهم بقى وجاهدهم به بالقرآن جهادا كبيرا ازاي ان انت تفضحهم من القرآن يعني مثلا من النهاردة لما يجوا ناس يتكلموا عن ايه يقول لك اوروبا وامريكا والله دول عايزين يحلوا مشكلة مصر وبعدين عايزين يحلوا مشكلة سوريا برضو والله ومشيب امريكا برضو يعني جزاوا يا اخي جزاوا الله خير والله يجاين برضو يحلوا مشكلة في الدولة العالم العرب ونلجأ المجتمع الدولي والمجتمع الدولي والامم المتحدة والمحكمة الجنائية تفضحهم انت بقى تقول لهم يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم سورة البقر لم ننفى المستقبل لم مين تنفى الماضي كذلك يقول الله تبارك وتعالى قد بدت البغضاء من افواههم افواه مين المشركين الكفار الصليبيين امريكا والغرب الصليبي وروسيا دول كفار ومشركون وباسم الدين البتاحهم جايين يحربونا ده القصاوسة قاعدين يعملوا في الجنود اللي جايين من روسيا عشان يموتونا قاعد يصلب عليه وقول له انزل في المية المقدسة ويبارك الصاروخ ايه ده باسم المسيح ده وهم شغالوا المسيح قطاع خاص بالوقت وهم المسيح شغال عندنا في مصر المسيح تقمس السيسي والمسيح يعلو الصليب في مصر والمسيح في روسيا والمسيح في امريكا ثم دي حرب صليبية ايو حرب صليبية ولما دخل جورج بوش الابن في العراق 2003 قال نعلنها حرب صليبية صليبية والروسيا دلوقت بتسميها الحرب المقدسة المقدسة يبقى دول نفضحهم بالقرآن يقولون تعالوا تعالوا قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر ما يودوا الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم دول بقى اللي حيجي يحلونها مشاكلنا فانت لما تفضحهم بالقرآن هو بقى عايز ايه هو بتدايق من هنا ليه لاني بقول لك كل شي عملتوني القرآن قرآن قرآن اصل القرآن ده كلامه اللهم فوش ايه جدان فوش جدان تعبان اتناش انا وخيها صابر والله الموضوع الفلاني والله رأيي رأيك لكن اولا بقول لك قال الله تبارك وتعالى انت خلاص الله بيقول الله حسن المسألة وبالحق انزلناه وبالحق نزل سورة الاسراء يبقى ادي واحد جهاد النفس اتنين جهاد بالنفس تلاتة جهاد المال اربعة جهاد الكلمة فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا قال صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمز بن عبد المطلب ورجل قام الى امام جائر حاكم ظالم فامره فنهى فقتله يبقى جاهد بايهنا بالسانه قال صلى الله عليه وسلم افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر فاضل اخر حاجة في الجهاد رقم خمس احنا قلنا جهاد النفس الجهاد بالنفس جهاد المال جهاد الكلمة خمسة جهاد الشيطان ايه بقى جهاد الشيطان سورة البقرة الشيطان يعيدكم الفقرة ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلة والله واسع عليم سورة فاطر ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوة انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعي الشيطان بيوسوسلي الشيطان بيوسوسلي بيقول لي ما تطلعش من الجهاد قلت انت لو طلعت من الجهاد طلعا مين حي رأي عيالك مين حي رأي عروفتك طبعا انت برضو عندنا ظروف خاصة انت لسه واخد شاءه في الاصاب بتاعته اصلا انت مش واخد بالك اصلا انت دي 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 يا لدينا من وما قيل لك ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض اراضيتم للحياة الدنيا من الاخرة انت ميت ميت فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة في الا قليل الا تنفروا ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا ويستبدل قوما غيركم يعني ايه مش فاك يعني زي بني اسرائيل خشوا علوم الباب ودخلوا علوم الباب صورة الماء ايه دا بتاع لا طب تيهوا بقى 40 سنة وغرف 60 دا يعني الجيل اللازم اه جيل تاني يرفض الجهات في سبيل الله الله سبحانه وتعالى يضرب عليه الزلة والمسكنة ثم يستبدلهم بجيل مسلم تأخذ صعب يا مولانا انا بعد الحملة صح كده بالضبط كده الحملة اللي على الاخوان اللي عملوها المجرمين دول تخوين الاخوان وحتى اللي مش هيخوين الاخوان يبقى متعاطف مع الاخوان يبقى بيحب الاخوان يبقى بيستساعد الاخوان 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 الناس بدأت تشيل الكتب من المكاتب بتاعتك في البيت طب دا بيتك وموجود شيل الكتب بقى الشيخ سيد قضي شيل كتب حسن البنة شيل كتب الاسلام حتى اللي بقول لك كمش نحصين بقى خلينا ايه عايزين ناكلوا عيز زال بهايم كده زال خرفان ناكلوا برسيم كده يالله شيل بقى ايه الكتب دي والايد طب دول حاجات طيب فضلت الشيخ غاجد غنيم يعني حق استشهدت به القرآن الكريم فيما فيما علق به حرب اللعوم لكن هناك مؤلفات اجنبية يعني اسماء مؤلفين كثرة يعني عن حرب اللعوم فاحنا نتبع المؤلفات الاجنبية هذه واسماء المؤلفين الاجانب هؤلاء ان نتبع القرآن الكريم يعني الله يرحمك يا عمر رحمة واسع امي ليكت لها شات حكم كده كانت من من الحكم بتاعيتها يعني هيكت عايش اقول لها الامثلة يعني تقول لي يا ابني ما يجيش من الغرب يصر القلب ما يجيش من الغرب يصر القلب الله يرحم واسع هو الله صحيح عمر ما حييجي من الغرب اللي يصر القلب ازاي ما انا زي ما بقول لها حرك لازم اعرف مين عدوي في سورة الانعال يعني نأخذ بما جاء في هذه الكتب الغربية عن حرب اللعوم لمؤلفين الاجانب اطلاقا اما نأخذ بالقرآن الكريم انت مسلم انت مسلم انت مسلم دينك الاسلام رسولك نبع السلام ودستورك القرآن القرآن اللي كتب المؤلفين الغربيين والله احنا واخدين الله غايتنا والرسول قدوتنا والجهاد سبيلنا والقرآن دستورنا والموت في سبيل الله مش امانين اسمى امانين فالقرآن دستورنا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا سورة الشورة والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه دي سورة الشورة سورة الجاثية ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء اهواء الذين لا يعلمون لا لا تاني كده ولا تتبع ثم جعلناك على شريعة من الامر فيه امر مين امر الله ثم جعلناك فاتبعها ثم جعلناك على شريعة من الامر يعني ايه شريعة من الامر قرآن السنة الدين يعني ربنا بقولي ان القرآن هو شريعتكم يا ايوالذين امنوا اطيعوا الله اتبعوا كتابه واطيعوا الرسول اتبعوا سنته سورة النساء بس واقولي الامر منكم والهم العلماء او اللي بحيحكمونا بالاسلام فانت نزعتم في شيء انا مختلف مع اقايا صابق حلال حرام فاردوه الى الله هذا القرآن والرسول هذا السنة ان كنتم ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير وا حسنا او Jeez ان كنتم اا لا ده أكمله ها لم تر puede لاندين بص الاية ذا فضايح فضايح للمنافقين للم تر إلى الذين يزعمون حط لي دائرة تحت كلمة ها لم تر إلى الذين يزعمون يزعب اه انا بقول يتظاهر اه الله يتظاهر ها لم تر إلى الذين يزعمون انهم امانوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون يريدون ده ايه ده اللي جوه من اللي حيطلها ربنا ربنا بقول ايه يزعمون انهم امنوا بما انزلوا لك وما انزلوا من قبلك يريدون 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 ان يتحكموا الى الطاغوت ايه الطاغوت ده منطقة طاغوت كل شرع دون شرع الله تبارك وتعالى طيب بص الاية دي بقى في سورة النساء اها دي بقى اللي بتكشف اللي جوه فضايح يقول الله تبارك وتعالى يا ايوه الذين امنوا اطيعوا الله ادي القرآن واطيعوا الرسول ادي السنة ما قالش اطيعوا تاني ما بيش على القرآن والسنة بس ما قالش المؤلفين الاجاني لا 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 اطيعوا الله وبعد الله الرسول عايز انت ايه تمام اليس الله بكاف عبدة في سورة الزمر وفي قراءة اليس الله بكاف عبادة ايه مش مكافيك ربنا يعني طب لما لقيتش حاجة بالقرآن والسنة بروح شوفها لك كمانا من ننظر دوركايم ولا اديم سميس ولا يا الاذين من اطيعوا الله ادي القرآن اطيعوا الرسول عايز السنة واقولي الامر منكم منكم من الومة من العلماء او اللي بيحكمونا بشرع الله ها فانت نازعتم في شيء انا مختلف دي رؤية مع اخويا صابر انت لك رأيك اخي صابر دي واحد دي واحد فانت نازعتم في شيء اه فاردوه ايه ردوه دي المرجعية بتاعتكم مش انت مسلم اه يعني مسلم انا بسلم امره لله فبتلقى من الله طيب فاردوه ايه نرد الفين الى الله ادي القرآن والرسول ادي السنة مش ردوه الى مجلس الشعب والى اللجنة الفراعية منبسقة عن اللجنة فاردوه الى الله والرسول ادي القرآن والسنة ان كنتم تؤمنون بالله اين ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر يعني في شك لا اذا كنتم بتقولوا انتم مؤمنون بالله واليوم الآخر طبق اخويا القرآن والسنة ارجع للقرآن وارجع لرسولك اللي عمال تقول لي صلى الله عليه وسلم طب مش تقول لي صلى الله عليه وسلم يعني رسولك والله عز وجل طب ما تاخد منه اخوة عمال تاخد لي من الكتب الخارجية بتاعة الاوروبيين الكفرة دول عمال تاخد بقراء اللي بيسموهم فلاسفة ولا مش عارف رئيس مش عارف مركز ايه حاجات كلمات متقطعة كده في التلفزيون يبقى فردوه الى الله قد القرآن والرسول قد السنة اليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويل ده الافضل لان ده ربنا الا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير سورة الملك مش ربنا هو اللي خلقنا وقال في سورة النجم هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم اللي خلقك هو اعلم بيه بيقولك ارجع دايما لكلامي ولرسولي صلى الله عليه وسلم طب بص الاية نكملها بقى ذلك خير واحسن تأويل ألم ترى الى الذين بص الاية ألم ترى ألم ترى الى الذين يزعمون 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 ايه الزعم يعني بيقوله يتظاهرون اه انا ايزعمون اه انا بتظاهر ألم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك ايه انا مؤمن من نبع السلام صلى الله عليه وسلم الله ده بارك وتعالى والاسلام ده دين العظمة ها يريدون ايه يريدون ايه با اه الله وما فين يزعمون ده يزعمون ده ماذا يبقى لكن يريدون رب تضحهم بل الله علف قلوبهم الله يكذبين يا مجرمون يريدون ايه ان يتحكموا الى الطاغوت الله ما انتو بتقولوا امن نبي ما انزلها اليك وما انزلها من قبلك ما انتو بتقول الطاغوت من جمع انت عارف طغى يضغى ده الطاغوت اي شرع غير شرع الله اسمه طاغوت ليه قانون ده ستير كل شرع كل قانون كل غير شرع الله مميساق الامم المتحدة وميساق الامم وتعلم خررت محل الامم ذات الصلة صلة البقرة ما فيش ايمان الا بعد كفر ايه ده لابد ولازم وضروري وحتما تكفر بالطاغوت وبعدين تؤمن بالله طلع اللي في قلبك اه حط القرآن والسنة ما تحطش على نجاسة قال الله في سورة البقرة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوطق طب ما كفرش بالطاغوت طب ما هيخف بالطاغوت ايه بقى ايه بقى مؤمن بالله ما ينفعش يا حبيبي ما ينفعش يبقى يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريدوا الشيطان بص يريدون ويريدوا الشيطان يزعمون في الاول يزعمون يزعمون وبعدين ربنا قالوا يريدون ويريدوا الشيطان الارادتين هنا ايه ارادتهم مع ارادة الشيطان ويريدوا الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا شيخ انا ارى شخصيات سياسية التي تقول انها معارضة للسيسي لانها تقول انها ليست معارضة للعسكر بتصدر بيانات محلش ما بقولوا ان مشكلتهم مع السيسي وليست مع العسكر يا السلام ما شاء الله وهو مين اللي بيقايد السيسي ومين اللي قاعد بالدبابات والمضرعات والشوارع العسكر هو الدولة يا دكتور وانت عاوي سيد الدولة هي دي دولة في دولة بتقتل ابنائها في دولة بتسرق وبتنهى بالبلد انت عارف مخصص كم الف فدان دلوقتي للجيش اللي حتة اللي كانوا هيعملوا عليها ايه مصر الجديدة دي الحصول الجديد عطاها للجيش دلوقتي عشان الجيش تخش شريك شريك مع الشركات اللي حتخبر يعني هذه الشخصيات السياسية تصدر بيانات سياسية سياسية اه موجهة لرأي العام يعني ليس فيها آية واحدة تستشهد بها في موقفها بالقرآن الكريم انا نسأل سؤال هنا انت بتقول قيادات سياسية هل القيادات السياسية أو شخصيات سياسية عندهم علم شرعي خلاص ما تتكلمش بقى لما ما تتكلمش بقى سماح ليه عايز تتكلم في السياسة وتقول السياسة نجاسة ومن الكياسة تركوا السياسة انا معرفش كلامي انا راجل مسلم يعني ايه مسلم قل انما يوحى اليى انما الهكم اله الوحف هل انتم مسلمون سورة الانبياء سؤال في السياسة اسلوب انشاء نوع استفهام المراد منه اللي مفيش هل انتم مسلمون انت مسلم ولا مش مسلم اه انا مسلم يا رب طب انت مسلم يعني مسلم امر إلى الله يعني ما مسلم امرك إلى الله ايه ايه اللي بيحكمك القرآن مين الرسول اللي بتقتدي به الرسول صلى الله عليه وسلم طيب يبقى لما تيجي تتكلم تتكلم بالقرآن وتتكلم بالأحاديث ما تجليش في لحظة ما يا أخو этому يا صابر شيني القرآن والأحاديث هو لذلك فإن ذلك سوفا وهكذا رأيتم которого الجماعة الوطنية رأت يا دكتور يعني ايه وطن يعني انه وطن اسلام ولا مش اسلام بص يا اخوة صبر معلش ان نتكلم كلام صريح شوية الغرب واضح الصليبيين اوضح اليهود اوضح العلمانيين اوضح المسلمون مائعون احنا ميعنا الدين النهاردة وباسم الاسلام للأسف ميعنا الدين ميعين عدوك واضح اليهود بيقولوا دولة يهودية صح او لمصصح الصليبيون يلا انتخبوا السيسي اللي يعنوا الصليب فوق مصر المسيح تقمس السيسي الصليبيون برا 8 دول حطين الصليب على العلم بتاعها 8 دول 8 دول حطين الصليب على العلم فيه وضوح اكتر من كده العلمانيين بيقولك انا الابرالي وعلماني اه ربنا حلو والرسول صلى الله عليه وسلم والدين الاسلامي عظمة بس ميحكمناش ربنا خلق بس هو خلقنا احنا بقى نعرف نصرف ازاي قال له الخلق اه ولنا الامر قال له الخلق والامر صفة العراف لا له الخلق وعلم لنا الامر فيه وضوح اكتر من كده طيب تعال النهاردة على المسلم ها ومايع مايع امالي مايع انت والاخر من الاخر لو مين انا مش هكي يكافر اخر اخر انا ربنا بقول قول يا ايونا الاخرون قول يا ايونا الاخرون لا عابدوا ما تعبدون احنا عندنا صورة اسم سورة الكافرون خلوا الالفاظ واضحة عشان الناس تعرف لما نقول على الصليبيون كفرة عشان يعرفوا أنهم كفرة فالربنا ينقذهم من النار لما تقعد تقول لي لا دول مش كفرة لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله تال الثلاث قال لا وبيكفرهم وقاولهم على مريم أبوتانا عظيما النوادي الأدي في إيه خليك واضح لا للأسف إحنا مش واضحين ومعليش أقولك بمنتقى الوضوح قنواتنا اللي طلعة برضو بتميع الدين قنواتنا مش قنوات إسلامية لا أميعين عشان تروح تجيب لي واحد مجرم عم على رم وراس على تيس قال عليك إنك أنت مجرم وإنك أنت خاء على الإخوان وقال أنا بقول لي كل واحدة متجوزة واحد من إخوان تطلق من الجزء وإخوان كذا وكذا 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 تجيبوا أنت في قناة إخوانية انت عبيت ولا هبن تجيبوا في قناة بتاعتك أنت وطلعوا وطلعوا يقول لي واحد أسفل منه قال لك الإخوان بيتجرب أعراضهم وطلعين البنات السبعة الصفر تروح تجيبوا تروح تجيبوا واحدة قاعدة مسكة بتاعتك جيتار واحدة تربات تتي تربات تتي أنا حننتظر بتربات تتي ها؟ والشباب واقف من المسيكي اللي مش عارف المسيكي المسيكي ما اختلافنا في كيف الموسيقى ما بكلسوم بتقول لك الصبر حدوة في قناة بتقول لك جايبة مكلسوم يعني في الفواصل تقول لك للصبر حدوة قال لك؟ والله العظيم ولا؟ أنا ما بتطرقش عليهم عشان كده أقول لك صراحة يعني فدي يعني معلش خلينا نتكلم المنتهلوا بي إن كنا أصحاب قضية خليك راجل ومتمسك بالقضية بتاعتك ما تتنازلش ما تتنازلش إنما عايز تميع وتروح بقى تقول لي نصطف مع العلمانيين طب ليه هم ما ميصطفوش معنا؟ ليه هم ما يجيش عندي؟ ليه أنا روح له؟ ليه الدناءة دي؟ انت واطي دايما ليه كده؟ ليه طول عمرك واطي كده؟ ليه؟ ليه الدناءة دي؟ خليك راجل الناس اخترتك عشان انت راجل واخترتك عشان بدأ واخترتك عشان بتقول لي الإسلام والحل والقرآن والدين طيب تيجي في الأخد تروح تنخي كده؟ يبقى الناس مش هتحترمك بعد كده ولا عدوك هيحترمك اهه؟ مش ناس قالت عايزين نصطف؟ ونروح للعلمانيين؟ وايزو العلماني؟ ايه واحدة؟ رحوا يقولين ايه؟ ما بنصطفش مع المسلمين؟ واللي طالع بالدعوة دي باسمه كده ولا فلان الفلاني ده ولا فلان ده مايشرفناش ان احنا نروح له عالخزي عالخزي صح صح لك حق لإن من يهن يسهل الهوان علي ده من اللي له حق؟ اه يعني عايز اقول الان تاني اللي بيقول عليه؟ انت بتنصر العلمانيين اه انت بتقول العلمانيين على حق ايوه ايوه لانك انت مايع من انتش راجل انت لو راجل تقول كلمة حق فهو بيتهمك بيقولك انت من انتش راجل يا مسلم يا بودأن انت يا اللي بتقول انت اخوان مسلمين مش انت عندكم الاخوان المسلمين والخلافة الاسلامية وحطين شعاركو كاخوان ايه؟ المصحف وحوال ايه؟ سفين متقطعين يعني ايه سفين دول؟ من اشارهم ونكونهم بمبوني؟ شوكولاتة؟ سفين دول؟ لا هذا حق يحكمه قوة طب بتتنازل عن شعارك ليه؟ هذا حق الحق هو القرآن تحكمه قوة كل حق من غير قوة لا قيمة لا كل حق؟ من غير قوة لا قيمة لا قول انت صاحب حق احنا اصحاب حق دلوقت احنا اصحاب حق خمس استحقاقات في مصر عملناهم والناس واقفت طوابير يا راجل بالكيلو واثنين كيلو في حز الشمس عشان تختار ريز وعشان نعمل دستور وعشان نختار مجل الشعب كفاية ضربه وكفاية البهدال اللي عملتونا فينا الله يخرب بيضكم ها؟ وبعد كده بمنتقى البصر ارتضيتوا انتوا السناديق اه عملنا خمس استحقاقات جابوا سناديق الزخيرة الله يا كريم يعني كل هذي الانتخابات لم تكن هناك قوة مسلحة تحميها طبعا فضاعت يعني جات الدبابة والمضرعة يعني اي انتخابات بلا قوة عسكرية تحميها يبقى لا قيمة لك اي حق اي حق اي حق بلا قوة مسلحة او قوة عسكرية اي حق بلا قيمة لك اي حق بلا قيمة لك حتى ايه قيمتك يعني هم عادين على البناء دلوقت وبيقسموا البلد وبيضيعوا البلد وموالين لليهود وموالين للصليبيين وحيشربوهم مية المجاري وحيقطعوا نهر النيل عنهم وكل وتنازلوا عن الغاز ها ها حد قادر يتكلم حد يقول لك بلتاعدة احنا بنتكلم ومنقول لا فيه ناس تقول لك خلاص ده اه اقول لك ايه لا بديلة الى الحل السياسي يعني اي حل السياسي يا اخوي يعني يعني بقى خلاص احنا دوقتي نشوف هم عايزين ايه واحنا عايزين ايه ونحاول بقى نوصل في النص وانت شوية ومن عندك شوية وان الشهداء اللي استشهدوا ده والناس اللي اتضربت فرابعة واضربت الحرس الجمهوري وكذا وكذا عمق بالله عليه هل العزقر بيحترمك يعني احنا دعنا نخص حلقة اخرى مكملة باذنه ان شاء الله لمسألة الحل السياسي او يعني الاستسلام او الحل الوسط اسلام ما تقولش حل السياسة اسمه استسلام وخضوع واذعان ومش هيوافق به وحيدوس عليك وكمان يعني في ضوء القرآن الكريم والسنة يعني ايه وانت نزحت مفشايا فرضوه الى الله ورسول يعني ردوا الى الله ورسول وان احنا مسلمين فمفروض ان احنا اي شيء ردوا الى الله يعني القرآن والرسول يعني السنة طيب انت بتجيبهم القرآن والسنة فاحنا عايزين نشوف اللي بقول حل السيد دول اللي عندهم سند من القرآن والسنة ولا اتابعونا اهوأهو لا لا استنى استنى هنخصص لذلك حلقة ايوة بس انا هقول لك من دلوقت اهو حيجيب لك اياته احاديث. بس انهي بقى. يجيب بس يا دكتور. حيجيب احاديث وآيات العهد الماكي. بس هو يجيب بس هو مش عاوز يجيب اصلا مش عاوز يرجع للقرآن خالص. وعاوز الناس تنسى القرآن. عايز بقى يظهر ايه? ان هو الليبرالي يعني حادثي بدنجاني. اه فعشان كنا نداري ما نقولش. واو يا حتة ولا مكة. طب حلا بقى دا اناك وما تقولش بسم الله انت بتتكلم بقى ولا. وروح حاد بقى. شوف شوف ش ضيع. اه يعني احنا سنخصص لقى حلقة. حتى كان في مؤتمر عن احدى السورات فقال لك اه صباح الورد وصباح المشاهد. المهم اه. صورة وصباح الورد? اه. ما شاء الله. ففي بلد يعني ليجوا اتفاقى مسيحيين. طيب. والله ما قلنا زي ما خدوا الورد وخدوا بوكاسة الورد. والودي اللي واخد ابنه الصغير وعطيل العسكري فوق الدبابة. خمسة عشرين ينايره بتاع. نعم. ثم دول دول انتو بتحترموهم لسه. دول بتقدروهم لسه. فاضل ايه تاني بالله عليك تقولي يا اخويا صبر ايه اللي ما تعملش في مصر. لأ نفسي بس تقولي ايه اللي لسه ما تعملش. اغتصاب. سجن. مصدرة اموال. منع ناس من السفر. تعزيب. اه 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 اه. كل شيء عملوه. ولسه بنحترمه. فاضلت الشيخ يعني الاستلفة نظري في كلام حضرتك انه اذا ترك المسلمون الجهاد وقد تركوه بالفعل يعني. تركوه من متين سنة تقريبا. تلتمائة سنة. يعني تلتمائة سنة تقريبا. منذ تلتمائة سنة والمسلمون تركوا الجهاد. سبحان الله. والعالم الاسلامي يعني في دل ومسكنة. ده في القرآن الكريم يعني حدث عن هذا الامر. بالضبط. قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة. يا ايوا الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتل له بقوم يحبهم ويحبونهم. يحبهم ويحبونهم. اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين يجاهدون. هيجب قوم يجاهدون في سبيل الله. بأموالهم. يجاهدون في سبيل الله. ولا يخافون لومة لائم. لا 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 يخافون لومة لائم. لا يخافون القتل. إنما لا يخافونا لا يخافونا إنهم تلائم إحنا حرسين قوي على شعور أعداءنا هناك أعداء لا يقولوش علينا إنهم يقولون seismأك أيえ هكذا? زي العلاق وسوريا. ياريتك زي العلاق وسوريا. بمعنى. ما ما ياخدوش كلامنا كده ازا ما اخدوا الكلام حضرتك. ايه. 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 الشيخ صبر عايز يقول لأ ايه. الشيخ صبر عايز يقول لك زي العلاق وسوريا. ما بيبوضحوش انت بتقول ايه. ايه. سوريا النهاردة متحررة وحتتحرر الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله. وتطرد الشيء على ازن الله. والعراق كده برضو. هو عايز يفضل جزمتهم البيادة بتاعتهم النجسة دي. فوق رقبنا. والله ما حيحصل. يعني هؤلاء المنفقونة. هؤلاء المنفقونة. كانوا يرغبون ان تضل سوريا المسلمة تحت الاحتلال المجوس الايراني. بالزبط كده. وتحت احتلال الصفا والروسي. وتتضرب بالجزمة وتتخذ عيالك. تعرف سبب الثورة في سوريا ايه. لما خدوا اللي معها. العيال اللي عاملوا زي مصر. ايه. الشعب يريد اسقاط النظام. عيال في ابتدائي. نعم. خدوهم الله نقول لك تقطعوهم. ولما آباهم ومهاتهم روح عشان يستلموهم. قالوا خلفوا غيرهم. واذا كنتش رجالة قدين تخلفوا. خلين احنا ننم عن سوانكم. عشان نجيب لكم عيال. بدل العيال احنا قد نعم منها. فحمل المسلم السوريا السوريا. شوف شوف الكلام. فالله تبارك وتعالى يقول في سورة التوبة كذلك. قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم وابوالهم اقترفتموها وتجارة تخشون كسادة. ومساكن ترضونها. احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. يعني هنا الجهاد اقترر ذكره بالله ورسوله بالله. بعد الله والرسول الجهاد على طول. وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بامره. والله لا يهد القام الفاسقين. نعم. فاسقين. مين الفاسقون. الفاسقون يعني خطر. فسقت الفقر يعني طلعت. فسقت التمر يعني طلع. مين اللي يطلع برا الاسلام ده? اللي بيحب حاجة من الثمانية دول عن الله القرآن. الرسول السنة الجهاد في سبيل الله. عشان كنا اللي واحد يسألني ايه احب حاجة ليك? اقول له رقم اربعة. رقم اربعة. حقول لك من رقم اربعة. انت بقى اباؤكم ابناؤكم اوما الايه? اوما الفين واحد ثلاثة الاول دي. واحدين ثلاثة افين دي. الله الرسول الجهاد. وبعدين اربعة بقى. انت بقى بتحب بعيالك. انا بيحب امراتك. بيحب ده فلوسه. اه بيحب اباؤكم ابناؤكم اخوانكم ازواجكم عشراتكم. اموال تجارة مساكن. نختلف فيها. بعض اربعة. رقم اربعة. كذلك الله تبارك وتعالى. اه يقول. اه يقول. اه فرح المخلفون بمقاعدهم خلافة رسول الله لما طلعوش. ايه. في غزو التروف. وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. وقالوا. لا يا حر يا عم هنروح فينا الراجل ده واخرنا فوق هناك عند الروم. ومسافة الف كيلو. شيل بقى النهاردة الحر وحط ايه بقى مع الناس. يا عم لا تنفروا عشان يتقس ليه. ان حموتونا وحيضربونا وبعدين. طب ما انت بتموتوا بتتضرب. ده انت بتتهزأ. ده انت. ده انت بتموت. حييموت برمتر المجارة ايه. اه. لا ولسه الماير بتاعت المجارة يجاي لهم عشان يشربوه. فحزبنا الله نعمل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول. من مات. حديث اه رواه مسلم. من مات ولم يغزو. ولم يحدث نفسه بالغزو. مات ميتة جاهلية. نعم. ايوة. من مات ولم يغزو. طب مش ففيش ما. ولم يحدث نفسه بالغزو. ان انا نفسي اغزو في سبيل الله. مات ميتة جاهلية. وفي رواية مات على شعبة من النفاق. اللي ما حدث نفسه بالغزو حتى. يعني انت بتقول مش قادر زي بالزبط من رأى منكم منكرم فله غير. بيدي مش قادر. لا باللساني. طب مش قادر. بقلبك. غير بقلبك. نتيجة انك انت هتيجي في يوم تغير بايدك. فكذلك انت مغزتش في سبيل الله. ها. ومحدستش نفسك بالغز. لا. دور على نفسك. طب اما البقى الذي يصبتوا من الشباب المسلم ويحاربهم بها. دا متداندول بقى ولو ارادوا الخروجة لأعدوا له عدة. ولكن كره الله. انبعاتهم فثبتهم. وقيل قعدوا مع القاعدين. والحمد لله. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. يعني فسادا. ولا اوضعوا خلالكم بالغيبة وان مما يبغونكم الفتنة. وفيكم سماعون. سيدنا سعد بن ابي وقص كان يقول ايه? كنا نعلم اولادنا السير والمغازي كما نعلمهم السورة من القرآن. ازاي? يطلع ابني. انا العيال بيحبهم كصص داي. اعلمه السير والمغازي. زي ما بعلمه السورة من القرآن. عشان يطلع ايه? يطلع الواد مجاهد في سبيل الله. نعم. مش يتضرب على القفاة يقول له ما انضربك على خدك لما يدي له قفاك. لا. اه. واخر حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. توشكوا ان تداع عليكم الامم. دا اللي حسل حالينا. اه بالزبط كده. كما تداع الاكلة الى قصعتها. كله بيمدي ايدو زالفتة كده في كتاب. قالوا او من قلة نحن يوم اذن يا رسول الله? قال لا. بل انتم كثير. امال ايه? بيعملوا معاكم كده ليه? ها? قال ولكنكم كغتاء السيل. عارفت المطر ما بيقول الاشه والزبط. اه. 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 ولا ينزي عنا الله المهابة من قلوب اعدائكم. ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله? قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا اللي هو عشيد. اضربوك على افاك ان شاء الله يضربنا على افاك. يا مش مشكلة. خلينا عايشين ناكل عيش عيش عرنية. خلينا ناكل عيش. يا ماشي عاوز ربها يا. خد برسيني. اه. رب اتراب انت الاول وبعدين رب عيالك. انت بربي عيالك على ايه? ما ربي عيالك على الظلم. اه يا ابن احنا معنا امشي جنب الحيط. ربك يولي من يصلح. اتراب الاول. يعني فضلت الشيخ واجد غنيم يعني استزادنا من علم حك كثيرا جدا يا فندم. ويعني جزاك الله خيرا. الله يزاريك. وكثر الله من امثالك. اللهم امين يا رب. ويعني بازن الله ان شاء الله لنا الحلقة المقبلة بازن الله ان شاء الله. ونخصصها ايضا عن يعني حلقة جدا من برنامج الشيخ واجد غنيم والعسكر. وفضلت الشيخ يعني تأذن لي ان نخصصها عن حكم الشريعة الاسلامية في مليون ومئتين الف عسكري مصري. خرجوا في الحرب العالمية الاولى تحت راية الاصليب الانجليزي لقتال المسلمين في الشام والعراق وقتال تركيا المسلمة. ننتظر منك الاجابة الحلقة المقبلة بازن الله ان شاء الله. اه مشاهدين انتظرونا الحلقة المقبلة بازن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اشترك في قناتنا العالم الاسود للعسكر لتتابع الحلقات الجديدة. نلفت عناية مشاهدين الكرام الى اطلاقنا قناة اضافية على يوتيوب تحت اسم الوعي الاسلامي. تتناول الاحداث الجارية بالشرح والتحليل بعيدا عن محظورات الاعلام التقليدي مع العديد من الشخصيات. فتابعوها. اشترك في القناة